عشان مبعدش عن النقطة اللي انا كنت بكمل فيها والمدير الفني ولجنة الكورة هل لجنة الكورة ممكن تصطدم بالشكل اللي انت شايفه ده كلهم سبع مدربين ايه انا قول تصطدم بالمدير الفني الجديد وكل واحد لا بص الناس دي مش هتصطدم هو اللي ممكن يصطدم ميدو اخلي بالحضرتك اسمعين موجود قبل كده وجه موجود في الجهاز كل الاحترام والتقدير له خالد الغندور نفس الكلام مين تاني جمالة محمد نفس الكلام كابتن حمد عبدالطيف هو اللي ممكن يبقى له الرأي هو ميدو انا بكلمك بجدل ان انا اعرف بس يمكن حمده كمان اكتر من ميدو ان شخصيته قوية وفاهم وعارف وعايز دايما انه هو لما تكلم بيتكلم في الصحة فما بيحبش اللف في الدران انما يعني هما الاتنين دول بس تحديدا كمان حمد عبدالطيف انا كان امنية حياتي طبعا كل التقدير للكباتن والكبار دول بس كان سابوا اللجنة من ميدو وحمد عبدالطيف بس دي رقم واحد رقم اتنين هتقابلك مشكلة اصعب من السبع دول اللعيبة اللي هي واقع اللي انت جبتهم وشاربهم لانه دولة اللي هتكملوا الموسم دير فني بقى دانت لو جبت جوارديولا مع اللعيبة دي وسقاهم بالمعلقة كورة اكسن باللمة منهم فايدة اللي هم السفقات اللي جات طبعا هيمشيهم هنا كنت في نص هيعملوا ايه بخلاص ما انا بقولك ما انت انت هنا بص انت هنا كنت لازم تكمل بمدرب مصر الفترة دي وييجي المدرب يتعاقد معاه يتفرج واقد بالك ويدي ملاحظاته ويقول لك انا عايز ده ومشي ده انا عايز ده ومشي ده انا عايز ده عشان لما ييجي من اول الموسم اللي جاي نحاسبه هو انت النادي الاهلي لما اجاب سوارس كان بيقول ايه مشروع حصل جمهور الاهلي ما اصبرش عليه ليه لان النتائج سائل النتائج والاداء برغم لا برغم ان انت جايبوا المشروع للسنة الجاية واللي بعديها واللي بقى مش ده المشروع مظهور واخد بالك فبمغرض خسر مطشين ولا اتعادل مطشين وخسر كاس مصر وخسر الدوري ايه اللي حصل يمشي بلا مشروع بلا نيلة بلا احنا مش شايفين منه ايه كرمات حصل ومشي ولا ممشيش فانت برضو